مجلس التعاون الخليجي إلى جانب فحوصات البالغين وكبار السن وكيفية متابعة الحالة الصحية من المنزل كما أوضح الدليل أن 95% من معدل الشفاء من سرطان الثدي يكون عند الكشف المبكر و46% من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا بعد الذهاب للطبيب وأن 90% من الذين يشخصون بسرطان القولون في مراحله المبكرة يتمتعون بحياة أطول وأشار الدليل إلى أن 45% من حالات السكتة القلبية تكون صامتة